قالت وكالة أنباء كويتية رسمية إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح اعتذر عن قبول إعادة تعيينه رئيسا للحكومة بعد أن كلفه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بذلك في وقت سابق من اليوم وقال رئيس الوزراء إنه يحول بينه وبين الاستجابة للطلب أكذيب عجت بها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالإخلال بالقسم العظيم وكان نائب الأول رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح قد أصدر بيانا يوم الجمعة تهم فيه الحكومة بعدم الرد على استفساراته بشأن مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار من صندوق الجيش